بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء أبواب الخضراء تفتح على مصرعيها أمام المواطنين كافة خطوة حكومية تكتيكية الغاية منها تشتيت الزخم المروري أما البوابات المشمولة بهذا القرار أولها ما يعرف بالبوابة التاسعة وأيضا البوابة العاشرة وخمس أنفاق داخل الخضراء أما الاستثناءات فتشمل منع الخول لمركبات الحمل والنقل الجماعي والدراجات النارية تنفيذ التوجيه سيد القادر العام القوات المسلحة المهندس محمد الشياء السوداني باشرنا بتنفيذ توجيه أحد بنود الحكومة العراقية برنامج الحكومي المعد أحد برامجه هو تفتح الطرق ورفع المعاناة للمواطن العراقي اللي هي فتحنا هذه الطرق اللي بذل ما تلاحظ طريق مطار متنى باتجاه الجسم المعلق طبعا هذا سايد ينذهابا ويابا بدون باجات وكذلك بالمكان التحويل من التقاطع إلى طريق القادسية أو الحارثية أو الكندية أو ساحة النسوق كذلك تنفتح خمس طرق خمس أنفاق داخل منطقة الخضراء ليست بوابات الخضراء فقط ما فتح أمام المواطنين فقد شملت توجيه رفع سيطرات عديدة خارج المنطقة الخضراء كانت تسببت بتعقيد في حركة سير المركبات خصوصا في أوقات الذروة هذه الإجراءات من شأنها أن تسهلوا بشكل كبير حركة المركبات خصوصا وإنما تم فتحه من شوارع وما رفع من سيطرات تعتبر مصالية لأهمية الشوارع الواقعة فيها ليس فقط المنطقة الخضراء رفع عدد كبير من السيطرات المهمة ضمن العاصمة بغداد سيطرات مطبول وحي الإسكان طبعا هذه سيخفف الاجدحامات ضمن العاصمة بغداد إجراءات تمناها المواطن منذ رتح من الزمن ويتمنى أن لا تتغير مع الوقت فالخناقات المرورية سببت تعقيدا في حركة النقل داخل العاصمة بغداد ولها تأثير حتى على الحركة التجارية الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتطبيقا لبنود المنهاج الوزاري أبو أبو الخضراء تفتح أمام المواطني لتخفيف الزخم لشوارع العاصمة بغداد من أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر